السؤال هكذا هناك رواية عن الإمام الباقر يقول فيها يا جابر بلغ شيعتي عن السلام وأعلمهم أنه لا قرابة بيننا وبين الله عز وجل ولا يتقرب إليه إلا بالطاع يا جابر من أطاع الله وأحبنا فهو ولينا ومن عصى الله لم ينفعه حبنا دكتور أسير الأعرج من بابل مع تحياتي له ولأسرته الكريمة يقول فكيف نجمع بين هذه الرواية وبين الروايات التي تقول أن حبهم يفيد في كل الأحوال وأن الشفاعة اختزنها الرسول لأهل الكبائر من أمته وأن محب علي يتطهر في الدنيا والبرزخ من ذنوبه فإذا كان من عصى الله لم ينفعه حبهم فأين تذهب الشفاعة ومن هو المستحق لها أولا تحياتي للدكتور أسير الأعرجي وثانيا الأحاديث عن أهل بيت العصمة جاءت في منهجين الرواية التي أوردتها في الرسالة نقلا عن إمامنا الباقر مثلها كثير في أحاديث أهل البيت والروايات التي أشرت إليها في انتفاع الشيعة بحبهم وما يرتبط بموضوع الشفاعة أيضا وردت روايات كثيرة جدا فهذا قد ورد عن آل محمد وهذا قد ورد عن آل محمد يعني هذا ما هو بشيء غريب في لحن حديثهم وفي معارض كلامهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعي نحن والرواية التي ذكرتها والإمام يقول يا جابر بلغ شيعة عن السلام وأعلمهم أنه لا قرابة بيننا وبين الله عز وجل ولا يتقرب إليه إلا بالطاعة يا جابر من أطاع الله وأحبنا فهو ولينا ومن عصى الله لم ينفعه حبنا هذه الروايات بحسب ما أفهم وليس بالضرورة أن يكون فهمي مصيبا للحقيقة إن كان بشكل كامل أو بشكل مجزو من خلال سيرة الأئمة ومن خلال أحاديثهم الشريفة ومن خلال الترابط الواضح بين آيات الكتاب الكريم المفسرة بحديث أهل البيت وبين أدعيتهم وزياراتهم الشريفة وبين التفاصيل التعريخية للواقع الشيعي عبر العصور المختلفة التي عاشها أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في بعض الأحيان الأئمة يتكلمون بمثل هذه التعابير في رواية جابر ابن يزيد الجعفي عن باقر العلوم صلوات الله وسلامه عليه إنهم يخاطبون اتجاها معينا في الوسط الشيعي فإنه ينشأ بين حين وآخر في الوسط الشيعي وإلى يومنا هذا وقبل قليل هذا المثال مثال سرقة الأموال وبعد ذلك تنفق في مجالس الحسين من قبل بعض الشباب كما جاء في الرسالة على طول التاريخ تنشأ اتجاهات تستخف بالتكاليف وتستخف بالطاعات وتستخف بأحكامي وآدابي أهل البيت لسبب وآخر إذا أردت أن أسلط الضوء على هذا الموضوع ربما حتى الوقت الباقي من البرنامج لا يكفي هذه حكاية طويلة هذه حكاية تأريخ الشيعة في زمان الأئمة تنشأ اتجاهات الأئمة يوجهون هذه الخطابات الواضحة والحادة والقطعية لأجل أن يرفع هذا الاشتباه وأن يعالج هذه الحالة وأنا هنا لا أقول هذا الكلام على وجه الإحتمال أبدا من خلال دراسة تأريخ الشيعة ومن خلال دراسة سيرة الأئمة ومن خلال خصائص الرواة في بعض الأحيان يأتي راوي يحمل هذا الذوق فالإمام يخاطبه خطابا حادا واضحا أنا لا أقول أن جابر الجعف هكذا ولكن جابر الجعف هنا رسول يا جابر بلغ شيعة فالإمام يعلم أن لجابر كلاما يمكن أن يسمع عند مجموعة معينة وإلا فإن جابر لا يستطيع أن يبلغ الشيعة في كل المكان ولا توجد وسائل للتبليغ آنذاك مع حالة التقية الشديدة جدا خصوصا بالنسبة لجابر إلى الحد الذي الإمام أمره أن يتظاهر بالجنون وتظاهر بالجنون في أزقة الكوفر إذن هناك مجموعة معينة الإمام يخاطبها هذا الخطاب ليست بالضرورة أن تكون هذه الرواية بنحو خاص قيلت بهذا الاتجاه ولكنني أتحدث عموما عن روايات وأحاديث الأئمة التي جاءت بهذا اللساء فإما أن يكون الكلام في هذه الروايات موجها إلى اتجاه معين لأن مسألة الشفاعة تلك ضرورة قائمة ولا نستطيع أن نتصور نجاتنا من دون الشفاعة حتى لو جئنا بكل الطاعات لو بلغنا أعلى مراتب العمل الصالح إننا بحاجة إلى الشفاعة لا نستطيع أن نتصور النجاة في يوم القيامة من دون الشفاعة والقضية الأخرى حب علي وآل علي قطعا قطعا سيكون نافعا في الدنيا وعند الموت وفي الآخرة وإذا لم تكن القضية هكذا إذن منظومتنا العقائدية من أولها إلى آخرها ليست صعيحة المنظومة العقائدية التي أخذناها عنهم هذه المنظومة مبنية على محبة علي وآل علي والآثار المترتبة على هذه المحبة فحينما يتكلم الأئمة بهذا اللسان يا جابر بلغ شيعة إلى آخر ما جاء في الرواية إنهم يقصدون اتجاها معينا مجموعة معينا هذه المجموعة فهمت مسألة الشفاعة فهما خاطئا وفهمت منفعة حب علي لنا فهما خاطئا ووظفت هذا الفهم الخاطئ في حياتها العملية وربما هذه الرسالة كانت مثالا أنا لم أكن قاصدا في الحقيقة أن أرتب الرسائل بهذا التسلسل أبدا فأنت تعلم هذه الرسالة رسالة الأخوة الذين سألوا عن سرقة الأموال من قبل الشباب من بيوت أهاليهم أنت جئتني بها متأخرا قبل أن أدخل إلى السوديو ولكن الترتيب جاء هكذا ترتيب البرنامج جاء هكذا هناك وجه آخر يمكن أن يكون وحين أقول هناك وجه آخر يمكن أن يكون لا على سبيل الاحتمال الأموال في حالات أخرى تحدثوا هذا الحديث لأجل معالجة حالة الانفلات ومراد من حالة الانفلات هو ما يحدث من شبهة في أذهان الكثير والكثير من الشيعة من أننا نعتمد على ولاء علي ونعتمد على شفاعة علي ونستطيع أن نرتكب ما نرتكب من المعاصي كما يقول السيد رضا الهندي في الكوثرية قطعا هو لا يقصد المعنى بحد ذاته ولكن هو يتحدث عن الطبيعة البشرية سوت صحيفة أعمالي ووكلت الأمر إلى حيدر نعم هي أعمالنا ناقصة لكن هذا لا يعني أننا لا نعمل أمير المؤمنين حين جاء إلى دفن سلمان المحمدي وكفنه في الروايات عندنا أنه كتب هذين البيتين على كفن سلمان أمير المؤمنين ماذا كتب وفدت إلى الكريم بغير زاد من الحسنات والقلب السليم وحمل الزاد أقبح كل شيء إذا كان الوفود على الكريم أمير المؤمنين كتب هذين البيتين على كفن سلمان 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 النموذج الشيعي الأول النموذج الشيعي الأول سلمان الروايات تقول من عرفه كان مؤمنا ومن أنكره كان كافرا سلمان سلمان من عرفه كان مؤمنا ومن أنكره كان كافرا لماذا لأنه النموذج الشيعي الأول أنت إذا لا تعرف النموذج الشيعي الأول ينطبق عليك هذا الوصف هذا هو النموذج الشيعي الأول والأمير يكتب على كفنه هذا هو لسان حال سلمان وفدت على الكريم بغير زاد من الحسنات والقلب السليم إله من كانت محاسنه مساوي فكيف لا تكون مساويه مساوي وحمل الزاد أقبح كل شيء إذا كان الوفود على الكريم الذي نفهمه من حديث أهل البيت حين يحدثوننا عن أن سبب النجاة في الدنيا وفي الآخرة ولاء علي ولاء علي منظومة ولاء علي منظومة ولاء علي ما هو بقضية واحدة منظومة ولاء علي هو عاطفة متجذرة في قلوبنا لعلي عاطفة حب هذا الذي يقول عنه أمير المؤمنين لو ضربت المؤمن بسيفي هذا على خيشومه على أن يبغضني ما أبغضي ولو أعطيت المنافقة هذه الدنيا ذهبة حمراء على أن يحبني ما أحب هذا الجزء الأول هناك حب متجذر في القلوب هناك حب متقد لعلي هذا الجزء الأول من منظومة الولاء لعلي الجزء الثاني المشايعة لعلي لشخص علي المشايعة ماذا تعني حين نقول تشييع الميت أليس نمشي وراء جنازته أنه يستحب للمؤمن أن يشايع أو أن يشيع أخاه المؤمن إذا ما زاره وخرج مسافرا مثلا هذا الجزء الثاني المشايعة لعلي لماذا يقال لنا شيعة علي لأننا نشايعه من هنا تأتي هذه الروايات التي تفرق بين المحب والموالي والشيعي شيعة علي يشايعون علي يشايعون علي يمشون وراءه يتابعون هذا الجزء الثاني من منظومة الولاء لعلي الجزء الأول العاطف المتقد الجزء الثاني المشايعة الجزء الثالث وهو الأهم المعرفة من بات ليلة لا يعرف فيها إمام زمانه لا يعرف علي علي إمام زماننا إمام زماننا علي من بات ليلة لا يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية هناك حب متقت هناك مشايع هناك معرفة وهذه الأجزاء يرتبط بعضها بالبعض الآخر الحب لن يبقى متقدا من دون المشايعة والمشايعة لن تتحقق بشكلها الكامل لأن المشايعة تعني العمل والعمل أساسه النية إنما الأعمال بالنيات والنية لن تكون كاملة من دون المعرفة هذه منظومة مترابطة المعرفة إلى أي شيء تقودنا المعرفة تقودنا إلى أننا نرتبط بإمامنا وأن نلتزم به فهل يُعقل هل يُعقل أن شؤنات إمامنا ندوسها بأرجلنا هل يمكن هذا يعني الآن هناك شخص أنت تحترمه تجله أبوك أستاذك أي شخص أنت تجله تحترمه فهل يمكن أن تأتي بحاجاته وأغراضه فتلقي بها في المزبلة يعني مثلا الآن عندك ضيف وضيف عزيز عليك تريد أن تعبر عن اهتمامك به تأخذ حقيبته وأغراضه وتلقي بها في المزبلة ترميها خارج البيت ما هي التكاليف الشرعية الإمام حين يقول أنا صلاة المؤمنين وصيامهم هذه شؤوناتهم حين يقول أنا القرآن أنا الكعبة أنا القبلة أنا الدين أنا 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 الحج أنا الصوم أنا الزكاة حين يقولون هكذا هذه شؤوناتهم من يعتقد بإمامه كيف يدوس هذه الشؤونات بأقدامه هذه شؤوناتهم هذه صورهم إذا كنت تحترم شخصا هل تدوس صورته بحذائك هل يعقلوا هذا هذه شؤوناتهم حينما يعرض الشيعي عن هذه المعاني دخل في حالة الإنفلات التي هي عكس التسليم ما هو تعريف الإسلام حين يسألون الأئمة ما الإسلام الإمام يقول الإسلام هو التسليم التسليم لمن التسليم لإمام زماننا التسليم لمحمد وآل محمد صلوا عليه وسلموا تسليما في روايات أهل البيت وسلموا من التسليم العقائدي وليس من السلام والتحية لا يعني أن هذا المعنى ليس موجودا لكن الأصل أن المراد من التسليم هنا الخضوع والإنقياد فحينما تكون هناك حالة من الإنفلات وهي حالة معاكسة للتسليم قطعا هنا تنتهي الشفاعة لا معنى للشفاعة هنا مع المنفلتين الشفاعة تكون لأهل الكبائر من أمة الذين سلموا ولكن الشيطان أخذهم بعيدا مثلما نقرأ في دعاء أبي حمزة ثمالي ماذا نقرأ في دعاء أبي حمزة ثمالي إلهي لم أعصك حين عصيتك وأنا بربوبيتك جاحت أنا ما جحت ربوبيتك إلهي لم أعصك حين عصيتك وأنا بربوبيتك جاحت ولا بأمرك مستخف أنا أعرف هذه الأوامر أعرفها ولا لعقوبتك متعرض ولا أريد أن أتعرض لعقوبتك إني أخاف من عقوبتك ولا لوعيدك متهاون لكن خطيئة عرضت وسولت لي نفسي وغلبني هواي وأعانني عليها شقوتي وغرني سترك المرخى علي فقد عصيتك وخالفتك بجهدي فالآن من عذابك من يستنقذني ومن أيدي الخصماء غدا من يخلصني وبحبل من أتصل إن أنت قطعت حبلك عني هنا يأتي حبل آل محمد هذه الطبيعة البشرية الميالة للمعصية التي لم تكن قد دخلت في دائرة الإنفلات هنا العبد عاصي إلهي لم أعصك حين عصيتك وأنا بربوبيتك جاحد الموضوع بحاجة إلى تفصيل وتشقيق وتفريع ولكنني سأجمل الكلام سنأتي من نهاية الأمر من الآخر من الآخر وكان السؤال سؤال الدكتور أسير الأعرجي من بابل من العراق فيما يرتبط بصنفين من الأحاديث هناك صنف يشير إلى مثل هذا المضمون ومن عصى الله لم ينفعه حبنا والصنف من الأحاديث يتحدث عن الشفاعة حتى ورد في بعض الروايات أنه لا يدخل النار منكم ولا واحد ولا رجل وقد تقدم الكلام من الآخر كي ألخص الحديث إذا ما سبرنا آيات الكتاب الكريم بتفسير آل محمد ليس بتفسير المخالفين ولا بتفسير علماء الشيعة الذين استندوا إلى المنهج المخالف إذا ما سبرنا آيات الكتاب الكريم المفسرة بحديث آل الله وغصنا في بحار حديثهم وقلبنا مضامين أسرار أدعيتهم وزياراتهم خلاصة يمكنني أن أخلصها وأن ألخصها خلاصة ما كل من كان شيعيا في الدنيا يكون شيعيا في يوم القيامة خلاصة واضحة صحيح هذه النتيجة بحاجة إلى تفصيل لا أجد وقتا لتفصيل القول فيها لكنها خلاصة من كل ما أشرت إلي ما كل من كان شيعيا في الحياة الدنيا سيكون شيعيا في يوم القيامة هناك شيعة الدنيا وهناك شيعة الآخر وفارق بين الاثنين هو نفس القانون الذي أشرت إليه قبل قليل في الأجوبة السابقة في الجزء الأول من هذه الحلقة فيما يرتبط بالإيمان المستقر والمستودع هم أصحاب الإيمان المستودع شيعة الدنيا أصحاب الإيمان المستقر هم شيعة الآخر فما كل من عاش شيعيا في الحياة الدنيوية أو عاش في مجتمع شيعي أو في أسرة شيعية أبدا التشيع لا هو انتماء قبلي هو انتماء قلبي لس قبلي لابد أن نغير الكلمة نقدم اللام قبل الباب التشيع ما هو انتماء قبلي التشيع ما هو انتماء قومي ولا انتماء أسري ولا انتماء مجتمعي أبدا ولا انتماء قطري التشيع هو انتماء إلى محمد وآل محمد انتماء عقائدي لا علاقة له بكل هذه التفاصيل والإضافات التي تعارف عليها الناس في عالم الأرض فما كل من عاش شيعيا في هذه الحياة على هذا التراب يمكن ان يكون شيعيا في يوم القيامة أبدا وقرأنا في الدعاء ان الداعي يسأل الله ايمانا لا اجل له دون لقائه فيمكن ان يعيش شيعيا ويموت ليس شيعيا ويمكن ان يموت شيعيا ولكنه يبعث ليس شيعيا كيف يكون ذلك يكون ذلك وفقا للقانون هنا قانون قانون دقيق جدا انما يداق الله العباد على قدر عقوله المراد هنا من العقول الادراك قطعا لسه المراد هذا المصطلح الفلسفي العقل بما هو عقل مراد الادراك ادراك الانسان عبارة عن منظومة تدخل فيها الحواس الحواس هي احد المنافذ التي من خلالها يستطيع الانسان ان يدرك حزمة كبيرة من المدركات من المعلومات ادراك ادراك الانسان يدخل يدخل فيه حواس الانسان ادراك الانسان يدخل فيه وجدان الانسان الحالة الوجدانية ادراك الانسان يدخل فيه هناك حزمة هناك حزمة من الوسائل والاسباب التي بمجموعها تشكل ما يمكن ان نسميه بالادراك الانساني والحساب يكون على هذا الاساس انما يداق الله العباد على قدر عقولهم وانما الاعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى النية تتفرع من الادراك بحسب ما يدرك الانسان ينوي هناك امران يحيطان بالانسان هناك جهل وهناك جهال في بعض الاحيان نرتكب المعصية ونحن نجهل اثارها نعرف هذه معصية ولكننا نجهل اثارها ونجهل ماذا ستفعل فيما بيننا وبين الله ماذا ستفعل فيما بيننا وبين امامنا نجهل هذا وفي الحقيقة الكثير من المعاصي التي نرتكبها هكذا نعرف ان هذا معصية فنرتكب هذه المعصية نحن نعلم هذه معصية ولكننا نجهل نجهل اثارها لذلك ماذا يقولون في الامثلة الشعبية اللي قارست الحية يخاف من الحبل لماذا لأن لدغة الافعى قد تركت اثارها فهو يعرف اثارها فمجرد ان يرى حبلا يحركه الهواء يظنه افعى فاللي قارست الحية يخاف من الحبل نحن نرتكب المعصية في احيان كثيرة ونجهل اثارها تارة نجهل اثارها علميا ربما انا لا اجهل اثارها علميا احفظ الايات احفظ الاحاديث احفظ التفاصيل فلا اجهل علميا انا متخصص بالعلوم الدينية ولكن انا قد اجهل اثارها المعرف فارق بين العلم والمعرف العلم معلوم صورة في الذهن اما المعرف صورتان تتفقان معا بنفس المستوى صورة في العقل وصورة في القلب فقد لا تكون عندي معرف باثارها قد تكون عندي معلومات هذا الذي نسميه لقلقة لسان معلومة موجودة في الذهن فاعبر عنها بلساني فقد نجهل باثار المعصية وقد نجهل بما يترتب على هذه المعصية فيما بيننا وبين الله فيما بيننا وبين امامنا وقد نصاب بالجهالة والجهالة غير الجهل الجهل هو في مقابل العلم اذا لم يكن عندنا من علم فماذا عندنا عندنا جهل اما الجهالة فهي في مقابل الحكمة قد يكون عندنا علم ولكن نا لا نملك الحكمة الحكمة شيء اخر اننا نعرف الامور من بداياتها الى نهاياتها رحم الله امرئا عرف من اين و الى اين تلك هي الحكمة فقد لا نملك الحكمة فتسيطر علينا الجهالة ففي بعض الاحيان نرتكب المعصية جهلا وفي بعض الاحيان نرتكب المعصية جهالة وفي بعض الاحيان قد يرتكب الانسان المعصية عنادا وفي بعض الاحيان قد يرتكب الانسان المعصية وهو لا يبالي وأسقطتني من عينك فما باليت كما في دعائي أبي حمزة ثمالي وأسقطتني من عينك فما باليت وفي بعض الأحيان الإنسان هو يبحث عن المعصية يحاول صناعتها بأي طريقة أنا الذي أعطيت على معاصي الجليل الرشا أنا الذي حين بشرت بها خرجت إليها أسعى فارتكاب المعاصي مراتبه ودرجاته ونواياه كثيرة جدا بتكثر الإنسان بل ليس بتكثر الإنسان بل بتكثر حالات الإنسان نحن قد نرتكب معصية في حالة معينة لها خصوصياتها ونرتكب معصية ثانية بحالة أخرى تختلف عن الحالة الأولى إنما يداق الله العباد على قدر عقولهم الحساب هنا مع كل معصية بكل ملابساتها فهناك من المعاصي ما تجعل التشيئة وهناك من المعاصي ما يكون خاضعا لقانون الشفاعة وليست القضية بالكيلوغرامات أبداً أبداً في حد الاحتمال أبداً لأننا لسنا نصدر الحكم والقانون بالنسبة لنا ليس واضحاً فلربما شخصان يرتكبان نفس الذنب أحدهما يكون خاضعاً للشفاعة والآخر لا ذنبه يجعل من إيمانه إيماناً مستودعاً ويسلب منه الإيمان لماذا نحن لا نعلن هناك خصوصيات هناك ملابسات هناك أسرار في التركيبة البشرية يعرفها الحاكم هذا الذي نخاطبه في الزيارة الجامعة الكبيرة وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم هذه الجهة الحاكمة هي التي تشخص هذه الحقائق نحن لا ندري وما عندنا من معلومات ومن قوانين وقواعد هذه قوانين وقواعد لتنظيم الحياة الدنيوية لا علاقة لها بالأنظمة الأخروية ولا علاقة لها أصلاً بقواعد الحساب والتوفيق والخدلان قواعد التوفيق والخدلان وقواعد الحساب الحساب السريع أو الحساب الأخروي الحساب السريع يتحقق في نفس اللحظة كل هذه المطالب على أساسها يتم تشخيص هذا الإنسان من شيعة الدنيا من شيعة الآخرة إن كان من شيعة الآخرة تشمله الشفاعة كان من شيعة الدنيا قصته طويلة هذا حكايته طويلة ارتكاب المعاصي مخالفة أهل البيت تبعد الإنسان عن الإيمان المستقر يمكن الإنسان يرتكب المعاصي ولكن لجهة نحن لا نعرفها يبقى إيمانه مستقراً وإنسان آخر يمكن يرتكب معصية واحدة يتحول إيمانه إلى إيمان مستودع نحن لا نعرف الأسرار هناك أسرار لا نعرفها يعرفها الحاكم الذين إيابوا الخلق إليهم وحسابهم عليهم هؤلاء هم يعرفون نحن لا نعرف وكل ذلك هو في دائرة الرحمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يتعاملون مع الخلق بقانون الرحمة لا بقانون العدالة هم الرحمة الواسعة الذين نتحدث عنهم في دعاء البهاء اللهم إني أسألك من رحمتك بأوسعها الرحمة الأوسع هم فمن هنا تأتي هذه الأحاديث الناظرة إلى مسألة الإنفلات الذي هو في مقابل التسليم فأحاديث الشفاعة وحب أهل البيت النافع لمن؟ لشيعة الآخرة للذين إيمانهم إيمان مستقر أما الذين إيمانهم إيمان مستودع فلا هم من أهل الشفاعة ولا حب أهل البيت سيبقى عندهم لأنه سيسلب منهم فلا تكون هناك حالة أن الإنسان يملك حب أهل البيت ولا ينتفع من أبدا لكنه كان شيعيا وسلب منه صاحب إيمان مستودع هذه الأحاديث لابد أن تفهم في ضمن أو في إطار هذه المنظومة من القوانين ترجمة نانسي قنقر